براء التحكيم في مصر هو طبعا النجم الكبير كابتن جهاد جريشا كابتن جهاد برحب بيك كابتن اسلام سألخنا حضرك على كل مشاهدينك أخبرك ايه والله الحمد لله رحيل كيلاتنبرج عن التحكيم أو عن لجنة الحكام سيفيد التحكيم المصري أم سيدره بص كابتن اسلام حين نتكلم على 14 أسبوع من الكلام بالورق أو القلم قبل القلم أنه لا يوجد تطوير أو شيئا حصل في التحكيم المصري دعوناه وكنا مواضحين جدا في الكلام دوت ومن بداية للنهاية الراجل لا أضفش حاجة إلى تحكيم المصري الراجل لا يوجد تطوير ولا يوجد أداء جديد في التحكيم المصري بالعكس الأخطار السنانية نفس الأخطار السنة فاتت والناس كلها تشتكي والناس كلها زي علم التحكيم وبالتالي أنه أضاف ما أضفش هذا واقع ومحد يقدر ينكر هذا المشكلة دلوقتي أن الراجل مش اللي جاي إيه هو دي المشكلة كاستانفر اللي حاصل الموضوع اللي جاي محمد فاروق لا المعلن أنه فيه جاي خبير أجنبي هو طبعا وتقال لي إيه دي مايه وأعتقد أن إيه دي مايه مش راجل فني أو مش راجل اللي عرفه أنه هو أحرارتك اللي تقول لي بقى أنه هو راجل مسؤول عن المعسكرات ورجل إداري يعني ده اللي تم ترشيح لا إيه دي مايه مش كده إيه دي مايه في الحضاء أفريكا أنه أنت عملت معه مصري شخصي كان كل شغله فني الملعب فني أتألي جير كده في التحاد الكورة أنا أتكلم في التحاد الأفريكي لما كان مسؤول كان راجل موديل فني التحاد الأفريكي وعنده لرجل حكام التحاد الدولي راجل مسؤول فني يعني شغل تكني كان في الملعب مايه كانش إداري فلا إيه دي كان شغل فني لكن إيه دي حاليا في سيشيل أنا عرف أنه فتح بروجيكت جديد مشروع جديد وشغل في سيشيل مايه مايه هو وجه الإصرار على تعيين خبير أجنبي للجنة الحكام أنا ما أعرفش يا في الآخر في الآخر يا إسلام لده اختيار داخل الكورة ونحترمه بس إحنا عايزين بقى يعني أنا أتكلم عشان صالحة أو الله صالحة تحكي مصري لنقتلها ولا جمعا في القصة إحنا عايزين نستفيد من أخطاء التجربة اللي فاتت كان عندك تجربة بكل عناصرها فشلت وبالتالي عايزين نستفيد من الفشل ده إن إحنا نطور وننجح في اللي جاي محتاج لو هتجيب أخبير أجنبي زي ما أنت بتقول هتخبير أجنبي قاعد لك 24 ساعة ما يسافرش هتخبير أجنبي بموجود معك طول وقت خبير أجنبي إيده في اللعبة إيده في التحكيم إيده مع الحكام طيب كابتن جهاد هل الخبير الأجنبي وإحنا جربنا الفترة اللي فاتت هيكون على دراية بمشاكل الحكام هيكون على دراية كمان في منتصف الموسم بالوقت بصك يا إسلام أنا أقولك على حاجة بمتال أمان الراجل ده جاء قبل الموسم بثلاث شهور أبو شهرين يتفرج ولغاية ما ميشي يعني مش عارف حاجة على تحكيم مصري يعني لغاية ما ميشي بكلامنا دردانش في نصف الموسم يعني فيه حاجة كتيرة ما عرفهاش على تحكيم مصري هو التجربة محفظ مخاطر بس أنا بتكلم على الأقل أنت مدام قررت بقى كالتحاد كورة أنت جايب خبير أجنبي على الأقل نحاول الأخطاء اللي كانت موجودة مع الخبير الأجنبي اللي ميشي نحاول نطلحها مع الخبير الأجنبي اللي جاي لعلة وعسى بس تتكلم التصريحات اللي أطلقها كلاتنبرج للصحف الإنجليزية شايف أن هي حقيقية وحصلت خلال الفترة اللي فاتت أنا معرفش متأكد بالكلام مثلا أنا عندي علم كمان أن فيه بكرة مؤتمر صحف ليه في إنجلترا كمان يعني أنا عندي علم أن هو بكرة فيه عنده مؤتمر صحف في إنجلترا هيحكي على كل التفاصيل للفترة اللي أضاء في مصر فده كلام أنا اتقالي أن هو بكرة عنده مؤتمر صحفي وهيحكي كمان تفاصيل التفاصيل اللي حصلت إيه بقى تفاصيل التفاصيل يعني من وجه نظرك لا هو هيتكلم بقى في تفاصيلها أنا لا أعرفه شي يعني الكلام هو إذا كان هو زعلان من حاجة فهيحكي بقى اللي زعلان منه في الشغل في التحكيم في الناس اللي يشتغل معاه ده الكلام ده اللي اتقال أن هو هيحكي بكرة عن مؤتمر صحفي بكرة في إنجلترا وهيحكي كل التفاصيل في الآخر إحنا عزي를 læك دعاية سلبية الكلام ده ليحصل ده كله دعاية سلبية نفس اللي حصل قبل كده مع الكروش كان دعاية سلبية نحنا برضو بنكلم على اسم مصر إسلام ويهمينا اسم مصر سوى في التحكيم سوى في القُرَى اعتمن أن من رحلة خير وزح Lions Program يكون خل التحكيم لأن هنا برضو لا خرجنا نفس النفيع اللي دخلنا فيه من س نفس النفق اللي ماشين فيه نحنا مش حالك نخرج التحكيم المصري مكتوبة اللي هو فيها سواء الخبر اللي جاي اللي مشي او الخبر اللي جاي فإحنا في الآخر اتمنى التوفيق لاختياري بصح اتمنى التوفيق ان ترسب خارج الطريق صح عشان نخرج من الطريق اللي احنا ماشيين فيه لتحكي المقصر كابتن جهادي يعني انا ما اتكلمتش معاك على الحكم اللي ادار مباراة الاهلي والزمالك شايف يعني اداء وكان يليق بال مباراة البعض شايف انه كان طبعا لم يخطئ اي اخطاء تحكمية تسببت في يعني في التأثير على النتيجة البعض شايف ان قبل الثلاث اهداف للنادي الاهلي كان فيه ركلة جزاء لنادي الزمالك حرارك شايف ايه والله يا بص انا شفت الرجل اللي عمل ماتش كويس ما فيش اخطاء مؤثرة عاديك المباراة في الاخر ده حكم نغبة اوروبية ولقاس عالم اه لا لقاس عالم بس ما كملش لكن في الاخر رجل نغبة اوروبية وانا شاف ان هو جاي يعني عمل ماتش اه 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 احكميا جيد اه في الاخر ما اصرش يعني اكتمو وراءة في اي حال من الاحوال اه اه